مساء الخير مشاهدي قناة الوطنية الأولى أهلا بكم إلى النشرة الجوية اليوم الجمعة 14 جوليه 2023 موجة حر شديدة تشهدها تونس خلال الأيام الفارطة وتتواصل موجة الحر كذلك خلال الأيام القليلة القادمة مع درجة حرارة تعتبر مرتفعة وأرقام قياسية درجة الحرارة القصوى المسجلة خلال اليوم تراوحت بين 30 و36 درجة بالمناطق الصحيلية وكانت بين 37 و42 درجة ببقية الجهات خصوصية التقص نشوفها من خلال تسلسل سور القمر الاستناعي وإن كان التقص صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات الليل إن شاء الله تقصد بشيكون صافي وقليل السحب بأغلب الجهات والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب غضوة تقص حار وقليل السحب بأغلب المناطق والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ودرجات الحرارة تتواصل مرتفعة مع ظهور أشهلي بعدة أمك درجات الحرارة في المدن التونسية تونس الكبرى في حدود 45 درجة 35 في قليبيا بنزرد 45 تبرقى في حدود 41 درجة درجات حرارة مرتفعة في جندوبة في حدود 47 و43 في الكيفة بيجة 46 درجة سليانة 44 و43 في زغوين تيلة في حدود 41 درجة 45 في القيروين في جهة الساحل سوسة 44 المونستير 40 والمهدية 39 درجة 41 في قرق ناوس في قصد بوزيت في حدود 43 درجة القسرين 41 مدن الجنوب الغربي قفصة في حدود 42 درجة درجة حرارة مرتفعة في توزر 44 درجة 43 في قبل مدن الجنوب الشرقي قبس كذلك درجة الحرارة تعتبر مرتفعة في حدود 39 جربة 37 و43 في مدنين تطوين 41 وكذلك 41 في ارميدة بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات وخليج تونس الريحة شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 محليا 30 عقدة والبحر مضطرب يصبح شديد الاضطراب في خليج الحمامات ومنطقة الشيبة الريحة جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 محليا 15 إلى 25 عقدة والبحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب في خليج جيبس الريحة شمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 محليا 15 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب درجات الحرارة في العواصم العربية والأوروبية نواكشوت في حدود 29 درجة 26 في الدار البيضة جزائر العاصمة في حدود 32 درجة تقصفي في ترابلوس 35 درجة ودرجات حرارة تعتبر مرتفعة كذلك في الخرطوم في حدود 40 درجة تقصفي في القهرة 40 درجة بالنسبة ليا البقاعة المقدسة المدينة المناورة في حدود 47 و43 في مكة المكرمة مسقط 36 أبوظبي 43 و40 في الدوحة 43 في الكويت تقصفي في بغداد في حدود 47 درجة في الشرق الأوسط القدس الشريف 34 درجة 31 في بيروت 41 في دمشق وتقصفي ودرجات الحرارة 32 درجة في اسطنبول بالنسبة لأوروبا روما في حدود 35 درجة فيينا 35 كذلك جنيف 35 أمتار منتظرة في باريس في حدود 25 درجة أمتار كذلك في لندن في حدود 20 درجة وتقصفي في مدريد 33 و27 في لشبونة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الأحد الريح من القطاع الجنوبي والبحر قليل الافتراب على كافة مجالتنا البحرية تقصص في عموما وقليل السحب وقد نسجلوا 43 درجة في أقصى الجنوب يوم الأثنين الريح من القطاع الشرقي والبحر كذلك قليل الافتراب على كافة مجالتنا البحرية تقصفي إلى قليل السحب بأغلب المناطق وقد نسجلوا 42 درجة في أقصى الجنوب مواعيد الشرق والغروب الشرق بشيكون في تمام الساعة الخامسة وحدشين دقيقة والغروب في تمام الساعة السابعة وتسعة وثلاثين دقيقة لمزيد المعلومات طرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرز الجوي عن طريق موقع الويب أو عن طريق الموزع الصوتي وكذلك صفحة الفيسبوك أوقات الصليد لمدينة تونس سلدة الصبح إن شاء الله بشيكون في تمام الساعة ثالثة وثلاثة وعشرين دقيقة الظهر منتصف النهار وثلاثين دقيقة العصر ساعة رابعة وستشن دقيقة المغرب في ساعة سابعة ووحدة واربعين دقيقة والعشاء إن شاء الله بشيكون في تمام الساعة تسعة وسبع وعشرين دقيقة أشكر لكم تيب المتابعة إلى اللقاء